من قناة الجديد في بيروت أهلا بكم إلى نشرة إخبارية لم تعد تركيا براء من دم كوباني ضالع في تطويقها وحصارها والامتناع عن تسليح مقاوميها تركيا جزء من الحرب على سوريا وكل من الحرب على عين العرب ويكشف مراميها حزب الاتحاد الديمقراطي بإعلانه أن الأتراك يريدون داعش جارا لهم لا تقف أنقرة ضد كوباني وحسب بل في مواجهة المتظاهرين المناصرين للأكراد ورجب طيب أردوغان الذي يقدس افتراضيا الحريات وعاد النظام السوري لقمعه التظاهرات وجدناه وقد ضاق بتظاهرة شعبية تدعم حق الأكراد وحفظ أرضهم وممتلكاتهم وأعراضهم شرطته تقتلهم في الشوارع وتطاردهم بالغازات المسيلة للدموع وقراطيم المياه ولا يجد أردوغان سببا لتظاهر الكرد سوى أنهم مأجورون وتحرضهم الحكومة السورية وبعض وسائل الإعلام على مدى أربع سنوات كانت غرائز أردوغان الإخوانية هي الدافع لخراب سوريا لتدريب المسلحين وإدخالهم إليها وخرق حرمة الحدود واحتلال المعابر كان رجال الأمن الأتراك على مرمى سهم من هذه المعابر لكنهم قرروا وهبها للإرهاب ونهبى عنابر النفط وصريقة المصانع السورية وإعادة تدويرها باتفاقات كان عرابها بلال رجب طيب أردوغان ابن الباشا التركي الذي ذاع صيطه في ترسانة مال وأسطول نقل بحري وصفقات تمتد من بحر مرمرة إلى إسرائيل هذا كله ويمتعد أردوغان اليوم من تظاهرة حق لشعب عاش على قضية لأكراد يلاحقون هويتهم أينما وجدوا ويشدون على انتمائهم أكراد لبنان وسوريا تحركوا اليوم في الشوارع اللبنانية في أطخم مسيرة تنظمها الجالية الكردية رفعوا صورا من كوباني وأخرى للزعيم المناضل عبدالله أجلام وشدوا على أيدي من صمدوا يقاومون في عين العرب وعن كل العرب ومن البيت العربي في القاهرة اجتمع العالم على دعم غزة لكن عين العقل هو ما أدلى به وزير خارجية لبنان جبران باسيل أمام مؤتمر المانحين عندما سأل ما الأهم إعادة الأعمار أم وقف التدمير فقد اجتمعنا هنا ثلاث مرات لإعادة أعمار غزة وعادة من بعدها الدمار إسرائيل المدمر الدائم ونحن نبني ولأن تل أبيب تعتمد على سعة صدر العرب وبعض الدول الغربية فقد عرضت مشاركتها في مؤتمر إعادة أعمار غزة غير أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض دعوتها وربما كان عليه أن يرفض مساهمة أيضا عضو الربعية الدولية توني بلير لكونه من أبرز المضللين في القضية الفلسطينية واحتياله وجنيه الربح من وراء الشعب الفلسطيني يعادلان الجرائب الإسرائيلية لبنانيا أحد بجمود بقية الأيام قائد الجيش غادر إلى واشنطن طلبا للتسلح الجيش يخوض معاركه شمالا من ما تيسر من الإرهاب والمؤسسة العسكرية تتلقى أنباء عن انشقاقات لا تغير في مجرى التاريخ العسكري فمن أصل خمسة وخمسين ألفا يتم فرار خمسة جنود بين عريف ورتيب بينهم من قالت بلديته أنه يعاني الطلابات عقلية وآخر فار من ثلاثة أشهر وثالث تنكر له ذوه ورابع تم خطفه ومعافي عسكر لبنان الموت سبق عائلة محمد الشاب إلى كشف إصابته تقرير للزميل نوال برني لم تمر دقائق على عرض تقرير عن حال محمد الشاب الذي تعرض للسلب والاعتداء حتى الموت في كنشاسا في الكونغو حتى وصل لعائلته خبر وفاته وكأن محمد سمع صرخات أخيه من خلف زجاج العناية الفائقة ورأى دموع والده التي لم تجف فحاول التغلب على الموت السرري الذي هو فيه ليذهب إلى طفليه وزوجته فأردته المقاومة كغيره من اللبنانيين المخنوقين من الوضع المعدوم في البلاد وبعد ولدين رزق بهما فزادت بذلك مسؤوليات المعيشة غادر محمد بن الأعوام التسعة والثلاثين منذ تسعة أشهر إلى الكونغو في أفريقيا ليعمل في مهنة متواضعة لكنها على الأقل تقيه الحاجة وتقي أطفاله الحرمان فعاد إلى لبنان عند زوجته وأولاده في حال موت سرري محمد تعرض لمحاولة خطف وسلم ليتعرض بعدها للإهمال داخل أهم مستشفيات الكونغو في كنشاسا وإذ دخل هذه المستشفى بين واع وفاقد للوعي وصل إلى مستشفى الروم في بيروت ودماغه قد توقف العائلة المفجوعة وبعد زيارتنا لها عصرا أخبرتنا أن ابنها وصل إلى أهم مستشفى في كنشاسا ولم يطلق لعلاج المناسب نقلوه على أحسن مستشفى من 2013 عملنا الرئيس كبير للإفتتاحية فواتوا لجوه حطوا بغرفة سموها عناية لا حطوا له لا أكسجين ولا كل شيء عادة بهيك ظروف لازم يتأمن من الثبت على الأحد الماضي صار معه نوبة قلبية وقف قلبه صارت هاي المشكلة قال قافي كنت يخذوه على البنان عرفوا أنه خطأهم نقلناه بطيارة أمبيلونس تبرعوا الجماعة تحت بكنشاسا اللبنانية بـ 90 ألف دولار هننا جيبين معنا ريبور من المستشفى تحت شو قالين في شوية مشحات دم هون وفي ردود خفيفة ما بتخوف بتروح بلا عمليات صور سكنر اللي جيبناهم من تحت معنا ريوهن الدكاترة هون قال دماغه كله نزيف قال كله في ورن هاي أول شيء تاني شيء تطلع معه التهابات عم تطلع على الماكس قالوا هن تحت بيان له مالاريا فحصوهم مرتين ما في مالاريا حطينوا هن هاي بسموه فتيل تطلع على هيدا اللي حطين له هون عليه ثلاث أنواع بكتيريا شقيقه أيوب جاء فور سماعه الخبر من ألمانيا حيث يعيش وهنا كان الأمل برجوع أخيه إلى الحياة هاي الورقة اللي جيبناها بواسطة من السفير تحت بكنشاسة مكتوب أنه هاي تنبعث على وزارة الصحة بلبنان أنا بطلب من الوزير واقل أبو فعور يتطلع بملف خيه وشوف شو المطلوب ينعمل بملف خيه محمد توفي ليلا إذن تاركا وراءه زوجة وولدين يتمين ووالدة تلعن الغربة وهذه البلاد قبلها فلعل هذه الحادثة تفتح أعين الجالية اللبنانية على أهمال هذه المستشفى التي يعتمدون عليها في ظل غياب الاستشفاء في هذا البلد ولعل هذه الفاجعة تذكير بالتقصير الفادح من الدولة بمغتريبها ولكن من لا يهتم بأبناء شعبه في بلده لن ترمش له عين عليهم وهم في الاختراب إلا إذا كانوا من ذوي الثروات فراحت عمحمد وعيالي مثل محمد وكثرهم في بلدنا قال البيان الختامي لمؤتمر إعادة أعمار غزة الذي عقد في القاهرة إن التعهدات المالية المعلنة خلال المؤتمر سيتم توزيعها للاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني تعهد المانيكون في المؤتمر الدولي لإعادة أعمار غزة بتقديم مساعدات قيمتها قرابة 5.4 مليارات دولار للفلسطينيين إن نصف هذه المساعدات ستخصص لإعادة أعمار القطاع والمانحون ألزموا أنفسهم ببدء سداد هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن عشرات الدول والمؤسسات الدولية والجمعيات تشاركه في مؤتمر لإعمار غزة بدعوة من القاهرة برعاية مصرية وحضور دولي كبير يأتي مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي حضره كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث يهدف إلى جمع قرابة 4 مليارات دولار في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع فعلياً لـ 8 مليار دولار حيث ستقدم الحكومة الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولي عرضاً يتناول إحتياجات القطاع وإعادة الإعمار للخمس سنوات القادمة التهدئة الدائمة وممارسة السلطة الوطنية لصلاحياتها في القطاع إن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بدعم سعينا لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع صحفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال سنقدم مساعدات إضافية بقيمة 222 مليون دولار للفلسطينيين فشعب غزة في أمس الحاجة لمساعداتنا لا يحتاجها الأسبوع المقبل وإنما الآن نحن أول من قال أن إسرائيل وداعش يلتقيان بإرهابهما وبعنصريتهما وبنهجهما التدميري فهل نحن محكمون بدورة مفرغة من التدمير وإعادة الإعمار إسرائيل تدمر ونحن نبني أم نحن مدعوون إلى وقف مسلسل التدمير بإيقاف المدمر الدائم السيدات والسادة أن تجمعنا غزة كعرب فهذا طبيعي كون فلسطين ستبقى القضية الأم داخل أروقة المؤتمر كان سؤالنا الشاغل كيف سيكون الإعمار وما زالت إسرائيل لديها النية المبيتة لضرب قطاع غزة في أي وقت ولماذا كانت الحرب من الأساس إذا لم يتم التوصل إلى حل شامل للأزمة الفلسطينية وثمن مجزي لدماء أكثر من ألفين شهيد السؤال المطروح على هذا المؤتمر ليس فقط هو جمع الأموال ولكن كيف سنتفادة إعادة تدمير قطاع غزة مرة أخرى وقف العدوان وإنهاء الحصار على غزة ووضع عملية السلام وفق جدول زمني محدد نحن بكل صراحة هي حكومة الوفاق هي المسؤولة عن هذا الأمر وليس هذا الأمر أمر فصائلي الحكومة هي تمثل كل الشعب الفلسطيني والكل الفلسطيني في الداخل وفي الخارج فهي حكومة الشعب الفلسطيني ولذلك هي المسؤولة عن أعمار قطاع غزة وأعمار ما تم تدميرهم من هذا الاحتمال الاجتماع مهم جدا ونحن بحاجة للمال في إعادة أعمار غزة ولكن إذا لم يكن هناك اتفاق سياسي سيكون هناك الصعوبة في التقدم أنا باعتقاد هذا هو الدور الفعلي لرجال الأعمال قضية الإعمار تبدأ هي من الدول المانحة ويجب أن يكون بالتنفيذ رجال الأعمال الفلسطينيين وشركات الفلسطينية التي تكون بالدور الرئيس لإعمار غزة إن شاء الله وعود دولية وأممية بجمع أربع مليارات دولار ملياران ضمن خطة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار وملايين من الولايات المتحدة ومشاريع أوروبية تستمر لسنة الالفين وسبعة عشر ولكن ماذا ستفعل هذه الدول مع إسرائيل إذا ضربت غزة ثانية لم يتطرق أي شخص لهذا السؤال رغم الحدور الدولي الكبير لمؤتمر إعادة إعمار غزة هنا في القاهرة إلا أن السؤال الأهم الذي تطرحه الصحافة الأمريكية قبل العربية كيف سيكون الإعمار بدون اتفاق ملزم وشامل مع إسرائيل أما أننا بتنا كعرب نهوى بناء مدن من الأحلام تدمرها إسرائيل وقت ما تشاء منعش مويا الجديد من القاهرة وعلى هامش مؤتمر المانحين في غزة عقد وزير الخارجي الأمريكي جون كاري مؤتمراً صحفياً أشار فيه إلى أن بلاده تريد من الجهتين الفلسطينية والإسرائيلية العودة إلى المفاوضات بأسرع وقت ممكن وأكد كاري أن ما حدث في كوباني مأساة لكن حشد التحالف يحتاج وقتاً لمواجهة داعش تنظيم داعش يواصل تقدمه في كوباني السورية ويستقدم المزيد من التعزيزات والمقاتلين إليها والأكراد يستمتون في الدفاع عن مدينتهم ويهددون أنقرة بالانتقام ما لم تتدخل للدفاع عنها نحن ذهبوا يحرر منطقة أنسيري فدى مقارات فدى منطقة شمال ريف شمال حلب ومحجب إلينا مثل خوانا قتل المدعو أبو محمد الأمريكي أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش إثر استهداف سلاح الجو السوري لأحد مقار التنظيم في الرقة والقتيل هو أول من شق عن جبهة النصرة وكان يعمل في شركة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية دلتا قبل انضمامه للتنظيم ويواصل تنظيم داعش تقدمه في مدينة عين العرب كوباني شمالي سوريا واستقدمات عزيزات كبيرة من الرقة وحلب مع قلي التنظيم الرئيسيين في شمالي سوريا ويواصل تنظيم داعش تقدمه في مدينة عين العرب كوباني شمالي سوريا واستقدمات عزيزات كبيرة من الرقة وحلب مع قلي التنظيم الرئيسيين في شمالي سوريا إلى المدينة الكردية حيث يواجه مقاتلوه مقاومة شرسة من المقاتلين الأكراد ويكون بذلك قد وضع التنظيم كامل ثقله في معركة الحسم في كوباني وسعيه المستميط للسيطرة على معبر مرشد بنار الحدودي بين سوريا وتركيا وبات تنظيم داعش سيطره على نحو 40% من كوباني وخصوصا المناطق الواقعة شرقها بالإضافة إلى أحياء في جنوب غرب البلدة وأحرز تقدما من جهتي الجنوب والوسط كما سيطره على مقر القوات الكردية في شمالي البلدة والذي يبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود التركية وتبلغ مساحة كوباني من 6 إلى 7 كيلومترات مربعة وتحيط بها نحو 356 قرية وتبعد حوالي كيلومتر عن الحدود وهدف التنظيم هو ضمان السيطرة على شريط طويل على الحدود السورية التركية وتأمين امتداد جغرافي على منطقة كبيرة من الحدود لا سيما وأن المدينة الكردية تقع في وسط هذه المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش ما يعوق حركة مقاتليه على الحدود ويستميت المقاتلون الأكراد في دفاعهم عن مدينتهم المنفذ الوحيد لهم نحو الأراضي التركية وشن هجمات عدة على أكثر من جبهة استهدفت إحداها أليات للتنظيم كانت تحاول الدخول إلى المدينة وأسفرت هذه الأجمات عن مقتل أكثر من 36 مقاتلا من داعش ومع اقتراب الاشتباكات من معبر مرشد بنار الحدودي أخلى الجيش التركي الشريط الحدودي من ساكنية وأعلن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة لا يسمح لأحد بالاقتراب منها ودفع بالمزيد من الأليات العسكرية والدبابات باتجاه الحدود مع سوريا قبالة كوباني حيث يحتدم القتال وفيما تواصل طائرات التحالف الذي تقود الولايات المتحدة شنغاراتها قرب هذه المدينة المحورية رأى وزير الدفاع الأمريكي شاك هيجل أن الحرب على تنظيم الدولة ستكون طويلة وأثارت المعارك بين داعش والمقاتلين الأكراد في مدينة كوباني غضب الأكراد الذين تظاهروا في تركيا تنديدا بموقفها الضبابي حيال المدينة وعدم دفاعها عنها وتوجهوا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقول إن تحركنا ما هو إلا البداية فنزلوا بالألاف إلى الشوارع في تظاهرات لم تخلوا من مواجهات وعشرات القتل والجرحة وهددوا بإجراءات انتقامية أولها إنهاء مفاوضات السلام مع أنقرة ثم إعادت مقاتلية حزب العمال من مناطق شمال العراق إلى مواقعهم داخل تركيا والتلويح باستئناف القتال ضد الجيش التركي إضافة إلى التهديد من انتفاضة كردية جديدة تعيد إلى أنقرة زمن الصدام والتدهور الأمني العلاقة الكردية التركية بين داعش وحزب العمل الكردستاني وحلم إقامة موطن للشعب الكردي ما بين داعش والأكراد في أي خندق يقبع اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سؤال يطرح مع تدهور العلاقات الكردية التركية التي بنيت منذ البدء على أصول هشة وتحديدا منذ أن خدعت تركيا المتقفين الأكراد عام الثلاثة وعشرين فقامت دولتها على أنقاض الشعب الكردي وتصفية قاداته وتغيرت المعادلة وعاد الحلم بإقامة موطن للأكراد مع تأسيز حزب العمل الكردستاني عام الثمانية والسبعين على يد الزعيم الكردي عبدالله أوجلان في عام 1984 حمل حزب العمال السلاح ضد تركيا وبدأ عمليات عسكرية في تركيا والعراق وإيران مطالبا بإنشاء دولة كردية مستقلة في جنوب شرقي تركيا حيث يشكل الأكراد ما يصل إلى عشرين في المائة من مواطني الجمهورية التركية ويعانون من إنكار شديد لحقوقهم السياسية والثقافية مأذق تاريخي آخر دخلته العلاقة الكردية التركية وتجلى بالتحويل أوجلان إلى المطلوب الأول لتركيا بتهمة الإرهاب واعتقاله عام 1999 بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية وما تلى ذلك من مواجهات وصدامات بين الفئات الكردية العسكرية والشعبية من جهة وسلطة التركية من جهة أخرى المواجهات التي استمرت أكثر من ثلاثين عاما وخلفت أكثر من أربعين ألف قتيل واعتقال أبو الأكراد عبدالله أوجلان وفشل تحويل أقليم كردستان إلى موطن لهم كل ذلك غير معادلة المفاوضات بين تركيا والأكراد والتي كان قد وضع أسسها أوجلان نفسه ومن سجنه في أمرلاي في بحر مرمرة ومع فشل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المفاوضات ورغبة حزب التنمية والعدالة في تصفية القوة الكردية المتنامية منذ اعتقال أوجلان دخل على الخط تنظيم داعش اللي يصبح الملعب الخلفية لتركيا وأخرجت الأزمة السورية هذا اللاعب إلى العلن وفضحت كوباني تواطئ تركيا معه فهي أغلقت حدودها بوجه الأكتراك الأكراد ما أدى إلى تظاهرات دامية ذهب ضحيتها العشرات أمام المخوف التركية التاريخية من وطن كردي من جهة والتهديدات الصادرة عن أحد قيادات الجناح السياسي وأحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني جاميل بايك الذي أعلن إمكان إعادة إدخال مقاتلي الحزب مرة أخرى إلى الأراضي التركية واستئناف الحرب في حال لم تقم الحكومة التركية فأي خطوة لإعادة إحياء عمليات السلام المتعثر بين الطرفين يبدو أن أردوغان تخذ قرار التحالف مع الشيطان المتمثل بداعش ضد الأكراد أهلا بكم من جديد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مخفر بينه في عكار أوقف السوري محمد عبد الحليم تنبر بتهمة كتابة شعارات لداعش وجبهة النصرة في بلدة رحبي وفي الشمال أيضا سجل إلقاء قنبلة يدوية باتجاه مركز للجيش في محلة المائتين في ترابلس فأصابت الجدار الخارجي للمركز ولم يسفر الاعتداء عن أي إصابة ولاحقا أقفلت وحدات من الجيش عددا من الشوارع في محيط منطقة التبين لسيما الريفا وطلعت العمري البقار ومشروع الحريري أكراد لبنان يتظاهرون دعما لمصرة كوباني عين العرب لأن العين على عين العرب كوباني والهجوم الذي تتعرض له من تنظيم داعش استفاقت بيروت على تظاهرة للجالية الكردية في لبنان المئات ساروا من مستديرة الكولا حاملين على علامة الكردية وصور الزعيم الكردي القابع في السجون التركية عبدالله أجلان كرمى لعيون كوباني المدينة المحاصرة من داعش في الشمال السوري ردد هؤلاء شعارات متضامنة مع كوباني مؤكدين أنها لن تركع في وجه داعش وأنهم مستعدون للذهب والدفاع عنها ونالت تركيا القصة الأكبر من الهجوم لموقفها المتخذل طالما بس بسلاح قدرين نواقف بش أكبر إرهاب العالم نحن بس بدنا سلاح ما بدنا شيء ما بدنا شيء من حدا اسطنبول ستحترق مقابل كوباني ستبقى كوباني ستبقى كوباني كوباني ستبقى مقبرة داعش كله تركيا اللي يعمل لها شيء ونحن رح نقاوم رح نقاوم رح نقاوم كوباني رح تنتصر غصبا عن أردوغان مسيرة أكراد لبنان شقت طريقها باتجاه الأسكوى لإسماع العالم عبر منظماته الدولية الصوت الكردي في بيان باسم المتظاهرين وما زالت حياة الآلاف من المدنيين في المدينة في خطر مهدق فاحتمالات حدوث مجزرة بحق الإنسانية قائمة رغم ذلك يتم مقاومة الإرهاب الذي لا مسيل له في المنطقة والعالم من قبل وحدات حماية الشاب والمرأة جنبا إلى جنب وبمساندة المدنيين أيضا ضمن مدينة كوباني بالإمكانات الضئيلة وأكدت الجالية الكردية أنها مستمرة في تحركاتها نصرة لكوباني مهددة بالتصعيد في حال لم يصار إلى إنقاذ الأكراد هناك مع المكثيرة تقفل في الحمراء آخرها مروش نهاية مروش في تقرير للزميل هاتي الأمين خلف ألواح الحديد هذه ذاكرة من فول ودجاج وثوم خلف هذه الألواح ذاكرة من عمر يزيد على ستين عاما خلف هذه الألواح ضجيج مكتوم وحركة مكبلة وغصة مطعم مروش ما صروا سنة وسنتين وثلاث سنين صروا عمر مرأة عليه أجيال كتير يعني من أنا وكنت صغير كان بابا ينزلني يطعميني عام مروش هذا المأحل خسرناه نحن مروش معلم من معلم راس بيروت كل العالم كتير تجي تصور وتنزل على الفيسبوك وتكتب أنه كيف بسكر مروش لش محالا نوقف معه حطينا الحديدة هاي كرمال مروش هلا بنا نضطر نشيله لأنه خلاص ما عاد فيه لا عجق ولا شيء بالليب حس ما في شيء الشارع كله يعني هو محال بس موت الشارع كله تختلف الروايات في سبب إقفال مروش إنما المؤكد أنه من دون أي إنذار مسبق حضرت القوى الأمنية وأقفلت المحل بناية بيقولوا أنه في ناس شارينا يقال أنه في ناس شارينا وبدوا ما يهدوها نحن سمعنا أنه بدوا يهدوا البناية يعني تصور عملية مادية قصة مصاري ما مصاري عملية اقتصادية بهالبلد يعني نحن فشل أين الكوى أمن الداخلي إشت لهوني وصور هايدي التسكرات كله يعني مثل شمعة كانت مضوي ومطفد بالنسبة إلى كثير من رواد الحمرة يشكل مروش معلما من معالم الشارع على غرار معالم أخرى استسلمت للإقفال كالموتكا والوينبي والكافي دي باري وغيرها أنا تلميذ الحكمي كنا نخلص مثلا ننزل نمرو عند أبو جورج قدام شاء أوندري ناكل صحلب في عندك شاء أوندري بعدين مثلا عندك تمشي لقدام كان فيه فليبر السندباد وقدامه بعده كان الموتكا شغال عندك في كمان صال كبير إلى البليار أسقام ما عم نحكي عن السبعينات ستنات عم نحكي عن التسعينات بعدنا بنرجع مثلا من خل يصم نصهرونيكي إذا كان فيه مثلا نشي بالبيكادلي إفنت أو مثلا مسرح كنا نحضر مسرح بالبيكادلي نخلص كل شيء آخر شيء بالليل نجي مثلا ناكل عند مروش كل اللي زاكرتهم هون ببقف منهم ولا واحد كل هايدي المعالم اتغيرت هايدي هون مش بقى نحنا عم نتباك على الأطلال مثل ما بيقولوا بس أنت تصور حقا بعمر عشر سنين أو اتنعشر سنين بحياتك تقضيها هيك يختفي مننا كل المعالم بطريقة مش أنت فرطت لأ انفرطت عليك أنه يختفوا إذا هذا المعلم سكر بتصور فيه معالم كتير بدأت سكر هي سنة الحياة وسنة شارع الحمرة الذي يتجدد جيلا بعد آخر ويبقى العزاء في بعض الأمكنة التي لا تزال صامدة وهي تنتظر بدورها أن تدفن في الذاكرة الرئيس بري يدعوه من جونيف إلى الالتفاف حول الجيش في مواجهة الاعتداءات الإرهابية من جونيف حيث يشارك في أعمال المؤتمر الواحد والثلاثي بعد المئة للإتحاد البرلماني الدولي أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب تضافر جهود الجميع لمواجهة خطر الإرهاب المحتق بلبنان والالتفاف حول الجيش لمواجهة ما يتعرض له من اعتداءات على يد المجموعات الإرهابية وتعزيز دوره في حماية أمن البلاد واستقرارها وكانت أعمال المؤتمر قد بدأت في مقر الأمم المتحدة في جونيف على مستوى الاجتماعات التحضيرية للجان المختلفة وللمجموعات البرلمانية وشارك النواب عبداللطيف الزين ومحمد قباني وأمير رحمي في اجتماع البرلمانات الأسيوية بينما شاركت النائبة جيل بيرتزوين في اجتماع اللجنة البرلمانية النسائية وأقرت المجموعة الأسيوية مشاريع قرارات عدة أبرزها إدانة الإرهاب والتطرف العنيف بالإجماع وقدم رحمي مداخلة شدد فيها على إدانة الإرهاب أريد أن أقول بأن هذه الأزمة وصلت إلى حدود لبنان وأنها تعرض لبنان إلى مصائب ومصاعب كبيرة جدا لأننا نستقبل نزوحا غير قادرين على استقباله فنطلب من الأخوة الأسيويين أن يضعوا نصب عينهم بأن لبنان بحاجة إلى مساعدة دولية أسيوية وعالمية وشارك الوفد البرلماني اللبناني في اجتماع مجموعة البرلمانات الإسلامية الذي طغى عليه عنوان الإرهاب ومن المقرر أن تبدأ جلسة افتتاح مؤتمر الاتحاد صباحا الاثنين داعش يهاجم الرمادي من ثلاثة محاور واشتباكات عند تخومها فرضت السلطات العراقية حضرا شاملا للتجوال في الرمادي فيما تدور اشتباكات عند حدودها الشمالية حيث نفذ طيران الأمريكي عملية أنزال معدات عسكرية هناك وتتعرض مدينة الرمادي لهجوم من تنظيم داعش من محاورها الشرقية والشمالية والغربية كما يشارك الطيران الغربي في التصدي للمهاجمين أمنيا سقط نحو 25 شهيدا وعشرات الجرحة في ثلاث تفجيرات استهدفت مناطق شمالي بعقوبة وفي الأنبار قتل قائد شرطة المحافظة في انفجار عبوة الناسفة قرب الرماد وقال فالح العساوي نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار لوكالة فرونس براس قتل اللواء الركن أحمد صداك بانفجار عبوة الناسفة استهدفت موكبه صباحا الأحد في سامراء قتل وأصيب عشرات من أفراد الحشد الشعبي بانفجار منزل مفخخ في المدينة الواقعة جنوبية تكريت هذه الاعتداءات تأتي غداة السقوط نحو 80 مواطنا وإصابة العشرات بهجمات إرهابية استهدفت علدا من أحياء بغداد ومنطقة تكريت في العراق شبكة سيانان الأمريكية ذكرت أن تنظيم داعش الإرهابي سيطر على مدينة أبو غريب التي تبعد نحو 13 كم فقط من العاصمة العراقية بغداد وأضفت الشبكة أن عناصر داعش بدأوا يسحفون تجاه مطار بغداد الدولي موضحة أن هناك تخوفات من استهداف عناصر التنظيم للطائرات المدنية من خلال صواريخ الكتف التي يملكها ونقلت الشبكة عن ضابط بالجيش العراقي قوله أن تعداد الجيش العراقي بالعاصمة بغداد بلغ 60 ألف مقاتلا بالإضافة إلى الامدادات التي من الممكن أن يتلقاها هذا وقام مجلس الأنبار بمخاطبة الحكومة العراقية المركزية ودعوتها إلى تدخل سريع وعاجل لإنقاذ الأنبار من داعش من جهته قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العساوي أن داعش سيطر على ما يقدر بـ 80% من المحافظة وفي حال تمكنوا من السيطرة على العشرين في المئة المتبقية فإن المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم ستمتد من الرقة إلى مشارف فغداد من جهة أخرى قال مسؤول بارز في البنتاجون أن القوات العراقية تبدو كأنها في مواجهة الجدار في محافظة الأنبار حيث أن الخطر يداهم بعض وحداتها ما يجعلها معزولة عن بقية مكونات الجيش العراقي مع تقدم عناصر تنظيم داعش إصابة ثانية بوباء إيبولا في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن مسؤول في مجال الصحة الأمريكية في ولاية تكساس إصابة شخص ثاني بوباء إيبولا في الولايات المتحدة وأكد مفوض جهاز الصحة الطبيب ديفيد لكي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالوباء أعراض حمة بسيطة ظهرت مساء السبت على المصاب الذي يعمل في مستشفى دالس في الولايات حيث تم عزله فورا ونقله لإجراء الفحوصات اللازمة وكان هذا العامل مسؤولا عن متبعة حالة مصاب بوباء إيبولا كان معزولا في حجر صحي حيث توفي في الثامن من الشهر الجاري وفي هذا الإطار أكدت قناة CNN الأمريكية أن المصاب هي ممرضة تعمل في المستشفى المذكور ويذكر أنه في أعقاب الحادثة الأولى أمرت الحكومة الأمريكية خمسة مطارات ببدء فحص الركاب القادمين من إفريقيا للكشف عن أي إصابات بالحمة في ختم النشر هذا تفكير بأبرز العنوين الموت يصابق الكاميرا إلى محمد الشاب ضحية الإهمال والضرب في الكونغو 5.4 مليارات دولار من المانحين لإعادة عمار غزة ولبنان أمام المؤتمر إسرائيل وداعش يلتقيان بإرهابهما عينوا أكراد لبنان على عين العرب إسطنبول ستحترق مقابل كوباني وكان في النشرة مروش نهايته ساندويت شجاع هذا المأحل خسرناه نحن كان هذا كل شيء نشكل لكم حسنا المتابعة وتصبحونا دائما على آل في خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة